من أئمة الحديث العظماء الإمام الناقد المجود سيد الحفاظ عبد الرحمن بن مهدي بن حسان بن عبد الرحمن العنبري البصري ولد سنة خمس وثلاثين ومئة وطلب علم الحديث وهو ابن بضع عشرة سنة روى عن فحول العلماء كسفيان الثوري وشعبة وحمد بن سلمة وعبد الله بن المبارك وروا عنه كبار الأئمة كأحمد بن حنبل وأبي بكر بن أبي شيبة والحسن بن عرفة وعبد الله بن وهب وغيرهم كان إماما حجة قدوة في العلم والعمل قال الشافعي لا أعرف له نظيرا في هذا الشأن وقال ابن المديني أعلم الناس بالحديث عبد الرحمن بن مهدي كان من أحفظ الناس وأشدهم إتقانا قال القواريري أملى علي عبد الرحمن عشرين ألف حديث حفظا وسئل أبو داود أيما أحفظ وكيع أو عبد الرحمن بن مهدي فقال وكيع أحفظ وعبد الرحمن أتقن وقد التقيا بعد العشاء في المسجد فتوافق حتى سمع أذان الصبح كان بن مهدي ناقدا بارعا قيل له كيف تعرف الكذاب فقال كما يعرف الطبيب المجنون كان شديد الوقار والهيبة قال أحمد بن سنان كان لا يتحدث في مجلس عبد الرحمن ولا يبرى قلم كأن على رؤوسهم الطير أو كأنهم في صلاة فإذا رأى أحدا منهم تحدث لبس نعله وخرج كان بن مهدي السبب في تأليف الشافعي كتاب الرسالة في أصول الفقه حيث طلب منه أن يضع له كتابا فيه معاني القرآن ويجمع قبول الأخبار فيه وحجة الإجماع وبيان الناسخ والمنسوخ في القرآن والسنة فوضع كتاب الرسالة توفي ابن مهدي بالبصرة في جماد الآخرة سنة ثمان وتسعين ومئة وهو ابن ثلاث وستين سنة فرحمه الله رحمة واسعة اشتركوا في القناة